كم من النفسيات التعباني وكم من أمراض الكآب والحزن والقلق والخوف كله بسببه بعدم الغفران عدم الغفران هي عملية أنك إنت بتحط حجر ثقيل وبتمنع قناة بركة الله أن تتدفق في حياتك فالغفران يفتح السماء والغفران يفتح قناة بركة الله تتدفق إلى حياتك والغفران يقودك إلى التحرر حتى لو الشخص الآخر اللي أساء إليك أنت غفرت له حتى لو هو رفض أو ما قبل على الأقل أنت داخلياً بتكون متحرر وأريد أن أقول لكثير من الناس اللي صعب يغفروا أنك مش عاوز تغفر لأنه عاوز تنتقم أنت اغفر لأنه أنت اللي بتشعر بالحرية وأنت اللي بتنال هذا الحرية وابتنال هذا الشفاء الروحي أيضاً الغفران يقود إلى البركة تعرفوا لما المسيح علمنا الصلاة الربانية قال اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا إن لم تغفروا لا يغفر لكم أبوكم السماوة فإذن ينبغي أن نمارس حياة الغفران لأنه المسيح هو مثالنا وهو اللي غفر وعلى الصليب هو أساس هذا الغفران كما قال الرسول بولوس إلى أفسوس في الإصحاح الأول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا بسبب هذا الدم اللي دفع من أجلك ومن أجلي منحصل على الغفران الرسول بولوس كتب إلى كنيسة كولوسي قال إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً دعونا نمارس حياة الغفران حتى نحصل على البركة نحصل على الشفاء نحصل على القوة الروحية الداخلية حتى نتمتع ببركات الله وحتى يكون فيه استجابة للصلاة في حياتنا بصلي أن الرب يباركك وإذا أنت في مرارة في داخلك ما تخلى هذه المرارة يعني تنجس كل جسدك لكن أطلب من الرب أن يحررك ويشفيك أيضاً ومارس الغفران مع شخص آخر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر